اوكي بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا شباب اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة اسطورة الاسرار طيب يا جماعة الخير زي ما شايفين حاليا انا داخل اللعبة ورح نعلمكم يعني كيف تغيروا خيارة زينة وكيف تفككوا الزينة لحتى تجيبوا رونات اسطورية سواء كانت مقاومة براعة صحة اي شي طيب اول شي لازم نعمله نحن لازم اشرح لكم عن شغلة اللي يمكن بعضكم بيجهله واللي هو زينة شتاء السعيد لو كانت سمة ما بيكون فيها ابدا قوة كامنة تمام فقط عندكم اكل اكل نمل شتاء السعيد هو اللي فيها قوة كامنة تمام وفي عندكم كمان جناح الشتاء السعيد هو اللي فيها قوة كامنة غير هيك مستحيل تلاقي يعني درع او قفاز او بنطال او خوذة او كمان عندكم شعنا غير بنطال او حذاء يعني شتاء السعيد ويكون فيه قوة كاملة فقط الشتاء السعيد وهو الجناح تمام طيب خلينا نشوف حاليا كيف رح نغير الخيارات معنى مسلا هاد اكل نمل شتاء السعيد بتروحوا لهون عند مصمبة الازياء بالأحلام بتضغطوا عليه بعدين بتضغطوا على سبدال خيار الزينة بتضغطوا على اكل نمل شتاء السعيد بقولك ممكن شو الخيارات اللي بتجيك في عندكن ادنى هجوم ادنى هجوم سحري قوة كاملة نحن الهدف اننا انطلعอย اثنين قوى كامنة تمام التعمل على Онطلعك اثنين عندك هون ثلاث خيارات الخيار الاول هو انا عندي اصلا قوى كامنة بضي 145 لما بتضغط هنا بقولك شو الخيارات اللي ممكن انت تحصل عليه انا ممكن مثلا اعمل استبدال الخيار زينة ممكن يجييني هاد اول خيار بدل القوى الكامنة 145 ممكن يجييني ادنى هجوم ممكن يجييني ادنى هجوم سحري ممكن يجييني قوى كامنة فحسب هي بتضغط هون الخيار الثاني شو ممكن يجيك ممكن يجيك قوة كامنة يا نقاط صحة يا نقاط صحر وخيار الثالث هو يا هجوم النار يا مقاومة النار طيب نحن هلا حاليا ممتاز طلع لنا اثنين قوة كامنة احنا هاد اللي بدنا اياه ولكن في شي البعض بيجهله واللي هو لازم نحن يعني شوف مكتوب هون القوة كامنة من 110 ل 210 يعني نحن رح نحاول نقرب من هاد الرقم 210 ادمة فينا فتنضغط استبدال خيار الزينة طبعا لازم كن حبة من لفافة استبدال الخيار حبة واحدانا حاليا معي 72 فبسم الله نحاول بدنا نحن الهدف يطلع اثنين قوة كامنة والرقم يكون قريب من 210 تمام طلع قدنا هجوم سحري وقوة كامنة زائد 158 بنرجع من حاول لحط يطلع لنا اثنين قوة كامنة فوق وتحت يلا طلع اللي نقاط صحة هي حلوة نقاط صحة بس لا نحن هاد الزين السما جبناها علشان القوة الكامنة فخلينا نشوف القوة الكامنة لا اجانا قوة كامنة 198 رائع جدا رهيب بس الخيار الاول تعيس جدا لو بس فينا نغير السطر من هدول بيكون احسن بس ما فينا طيب هذا كله يعني ابدا ابدا مش منيح هذا الخيارات اللي اجد فنحن ناطرين قوة كامنة اثنين كمان ما نمنح حجوم النار 68 رائعة كمان طيب بس نحن بدنا قوة كامنة بالاثنين اجا قوة كامنة بالاول ما اجاب الثاني نظل نحاول حتى يطلعنا قوة كامنة بالسطرين تمام هذا كمان مش منيح نحن بدنا قوة كامنة بالسطرين عشان نعلي الضرر طبعنا طيب اجداش اجان اوه نقاط صحة اجت 400 اجداش كان لازم اكتر شي نقاط صحة بتجي 442 انا اجاني 437 يعتبر رائع جدا بس انا ما بحبه الصراحة لان احنا بدنا قوة كامنة مش الهدف يكون اوه اجا قوة كامنة لا 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 فكرت اجا قوة كامنة زائد 215 اصلا ما في قوة كامنة زائد 215 اكتر شي ميتين وعشرة ازا بتشوفوا هون قوة كامنة 210 اكتر شي طيب حاليا معم يجينا اتنين قوة كامنة سطرين ورا بعضن فمنظل من حاول حتى يطلعوا اجينا قوة كامنة فوق ادنى هجوم ارجع حاول حاول حتى يطلعوا لك تمام طيب انت مسلا جبت قفاز الشتاء سعيد اشتريته بالغلط ازا بتلاحظ هون ما في عندكم قوة كامنة عندكم اول خيار ممكن يجيك صحة سحر وتجديد نقاط صحة الخيار الثاني ادنى ادنى اقصى اقصى الخيار الثالث ما في يعني قوة كامنة شفتو ولا باي زينة تانية مش سما في قوة كامنة طبعا هذا كمان عندكم الاكتر الناس بجيبو زينة البيس او ماو عرف شو اسمه علشان الاضنى اقصى هجوم سحري فيها رهيب جدا الخيار الاول بيحطوه صحة الخيار الثاني بيحطوه اقصى هجوم سحري والخيار الثالث بحتو أدنى أقصى هجوم سحري عرفته فالناس هيك بتعمل نحن حاليا خلينا نركز على هون لازم نحاول نطلع اثنين قوة كامنة في الله يا رب يطلع اثنين قوة كامنة جاني قوة كامنة حبة لا نحن بدنا اثنين فنظل نحاول لحتى يطلع لنا يلا لا جاني قوة كامنة فوق بس قوة كامنة ما في تحد فلازم نحاول معنا 58 لسه محاولة فإن شاء الله يطلع يا رب عشان ما نخرجن على الفاضل لأنه لست بدي يجيب زينات أخرة لا حاليا لا بنرجع و نكمل حتى يطلع اثنين قوة كامنة طيب نشوف شو طلع هالمرة اوووو يا جماعة الخير يا سلام وبابابابا نايس 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 إذا أجاهك neighborhood 2495 واللي هو أكتر شي بيوصل 210 اسحبوا عليه و خلص تتركوا ما تغيروا أبدا هدول المواصفات الرائعة جدا 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 رائعة تمام فخلص نحن رح نخليه وحاليا نلبسه بدل هاد عشان هاد رح نفككه طبعا بتشوفوا هاد فيه مقاومة 33 وفيه مقاومة زائدة 13 بالمية بس عادي يعني رح نركب مقاومة لحظة نسيت اشرح شغلة كمان اغلب يعني بعض الناس منكم مسلا انا جبت انا لحظة وين اكلنا من الشتاء السعيد وين راح وين اوكي هدا هو طب نلبسه وين بتقولوا طب هدا ما فيه فتحات لحط نركب احجار بتقول مسلا هون انت عندك فتحتين فتحة رون واحد فتحة رون تاني هون عندك مسلا انت عندك فتحتين انت حطت مقاومة بس هون ما فيه فتحتين كيف تعمل عادي بجيب الزينة بتضغط هون كمان بتضغط تحسين الزينة تمام لازمك ارفاق رون لازمك ارفاق رون عشان تقدر تحسين الزينة تضغطه على اكلنا من الشتاء السعيد تضغطه تحطه حبي يعني انتو هلا ركبتوا فتحة رون ركبتوا فتحة رون تمام شو صار باللوينة صارت هون عندكم فتحة إذا بتراقبوا تحت مكتوب فتحة الرون واحد صار فيني حط فيها حجر واحد لحد هلأ برجع بحط ارفاء هاي الأداة أصلا اسمها أداة ارفاق رون علشان انت تقدر تحط رون فيها شوفوا كان عندي فتحة طيب كان عندي سفر بالأول حطيت صار عندي فتحتين صار زائد اتنين عليه شوفوا صار فيني ركب عليه اتنين والأول كذلك الحال مع جميع الزينات يعني أنا هون مثلا حاط اتنين طيب حاليا اللي حتى تعمل مثلا في بعض الناس كمان بيقولوا أنا كيف رح شيل الرون اللي حطيته ممكن انت تخربط وتشيل الرون طبعا ارفاق وإزالة الرون بيتم منهم تجي لهون مثلا بتحطوا إزالة الرون تضغطوا على هاد بيقول لك شيل الرون اللي بدك يا طبعا عندكم هون أداة إزالة الرون بتحطها بعدين عندك المقاوم مثلا هاد بدي شيله تمام رح شيل هاي بيضغط إزالة الحجر وبشيل ليه طيب خلينا حاليا نشيل هاد الحجر المقاومة طبعا بيروح بعتاد يعني بعتاد بيروح ما بيضل فيه لأنه ما بيعطوك يا أصلا فشوفوا شال صار فيه بس فتحة الرون وحدة وما عطاني الحجر أبدا تطلعوا هون إذا بتراقبوا اوو نايس عطاني الحجر أنا ما كنت بعرف شباب هاي تعلمنا معلومة مع بعض عطاني الحجر الرون المقاومة تمام طلع بيعطيني المقاومة طيب خلينا نعمل كمان إزالة الرون نضغط هون نضغط كمان هون نزيل الرون تبع هاد عشان نحطه بيزينة تانية والله ما كنت انا بعرف يا جماعة الخير انه فينا نشيل الرون فبس انه هاده الرائع جدا وهن راح الرون التاني هاده هو الرون التاني يا سلام جاي مقاومة اتناعش عشرين بالمية شلنا من الزينة المعفنة فنضغط هون بعدين منحط ارفاق الأحجار الكريمة بعدين منختار زينة الشتاء السعيد ومنختار المقاومة طبعا هلا انا اكتشفت معكم انه فينا نشيل الرون انا بحياتي كلها ما اشلت رون يعني اكتشفت معكم انه فينا نشيل الرون ويبقى معنا فنحط نسبة النجاح نسبة 100% بيخد منك 10, يلا تمام صار عندي مقاومة اتناعش بالمية يعتبر حلو يعني نضغط هون وبعدين نحط هاي المقاومة الثانية حاليا ما عندي افضل يعني فاعطاني مقاومة 38 بالمية طيب حاليا يعتبر جدا الرهيب يعني ونلبس الزينة شوف كيف شكله بيطلع اوكي بيطلع هيك لو جبت خداع مدمر سما كان احسن اوكي يا شباب زي ما شايفين حاليا انا بعد ما خلصت التصوير اكتشفت شي مهم واني ما شرحت كيف بتعمل ارفاق رون ولكن شرحت كيف بتعمل ازالة الرون طيب حاليا رح مثلا لنقول فرضا فرضا حاليا انا معي هون لنقول فرضا معي زينة جبتا مثلا جمجمة اليقطين تمام فرضا هاي الزينة وينة 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 حط طيطة يا شباب وينة اوكي هيهون تمام انت نفسك تحط فيها مثلا طبعا لاحظة يشتري هاي لانه ما الامة طعمة الا بس عشان الشكل يعني شوفوا كيف بكون الشكل تبعه شكل مضحك تبعه طيب يعني بس تجيب زينة مثلا بتجي لهون مثلا بعدين على مصنبة الازياء بتضغط تحسين الزينة بتضغط هون بتعمل ارفاق بتحط حسن ما بدك كم فتحة طبعا انا هات شرحته برجع بشرحه على السريع يعني عشان لي ما فهم بتعمل فتحتين عشان تترفق رونين بعدين بتروح لعند متجر الاحجار يعني لؤلؤة تضغط هون بعدين تضغط ارفاق الاحجار بتضغط هون عندك هون مسلا اي رونات بدك مسلا عندي رون الطاقة بحطه تضغط رون مجهز بعدين تضغط هيك بيجي الطاقة زاي 12% هيك انت ركبت رون ونفس الشي تضغط هون بتضغط رون مجهز بتركب شو بيجيك هلأ بيجيك مقاومة 23% خلاص انت هيك الزينة تبعك صار مركب فيها الرونين فبس عشان ترجع تفكون يعني زي ما قلتلك تعمل هون ازالة الرون بتضغط هون تفت هون تضغط هون تعمل ازالة هون حاليا بيشل لك الرون بعدين تضغط هون بترجع تضغط لحظة انا مخدت الادات اوكي تضغط هيك بيشلك الرون وبتروح الفتحات منك لانك خلاص شلت الرونات بتلاقي الرونات موجودة هون هي رجع الرونات من الاثنين هيان موجودين هون تمام فبس هذا كان كل شي شوفوا زي ما شفتوا راحوا الرونين اللي هون فبس هذا كان كل شي وتابعوا المقطع بسلام طيب خلينا نشيك اذا منلبس القوى الكامنة اللي معنا نشيك قدير صار معنا القوى الكامنة 2600 مية بالمية صار عندي القوى الكامنة يعني ضرر يصار رهيب جدا طبعا بالحلقة الماضية انا كان معي هاد شوفي اذا بالبس هاد كان القوى الكامنة عندي 74% لما البست هاد قدير صارت هلا 100% ليش شي طبيعي لانه صار عندي 2678 القوى الكامنة هذا هو شباب بالنسبة للتغيير خيار الزينة وارفاق رون وازالة رون هلا حاليا كيف تجيب رونات اسطورية طبعا بتضغط هون تضغط هون مش تركيب عفوا تضغط تفكيك الزينة تمام تفكيك الزينة هو بيعطيك داعم رون يا عالي يا متفوق يا مميز يا حسب بنضغط مثلا هاد الزينة المميزة طبعا لازم تكون زينة مميزة عشان يجيك رونات مميزة او اسطورية عشان يجيك داعم مميز يعني بتضغط هون بنشوف ادي شو رح يعطينا داعم عطاني داعم رون مميز متوسط يعتبر احسن من منخفض تمام بنجرب علينا نعمل حال مع كل شي نضغط هاي طبعا مثل ما لتلكون هاي زينة السما ما فيا شو اسمه او رون اسطوري متوسط يا سلام جاي رون اسطوري يا جماعة الخيارة بيجي مقاومة هلا ازا اجاني مقاومة مئوية رحكون فرحان جدا يعني فخلينا نشوف حقيباتك ممتلعة والله شكيت بالوضع حسيت حاليا رح نشيل هاد الخاتم المعفن وخلينا نشيل هاد الخاتم شو في دفاع سحري تجديد شيل هاد الخاتم يا معلم اقصى هجوم سحري ال بس هاد الخاتم ما في داع تشيله اا نشيل هادول تمام تمام وضعنا سليم تذكر هذا بطيخ شيلو شيل هذا عملة الفضية الشرقية البطيخية شيلة كل ما بديها طيب شو في كمان نشيل هاي المقاومة عندكم حجر هجوم سبعمية واربعة وطنين صاحا ما بعرف هذا ازا بيفيدا الرماحين اا المهم عندكم هاد روح متناسرة شيلة حجر تطوير شيلة خليني جمع هادول هون تمام بعدين نرجع نرجي لي هون مثل ما قلت لكم تفكيك الزينة بنضغط كمان هون ونفكك ام الزينة يارب يجينا رون اسطوري او داعم اسطوري عفوا لا رون مميز منخفض هذا ابشع شي ممكن تحصله طيب نرجع كمان نحاول مرة اخرى يارب يجينا اسطوري رون مميز عالي رائع 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 مميز عالي يعتبر رجدنا رائع كمان يلا خلينا نحاول كمان يارب يجي اسطوري 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 عم حاول تطلع منه الرونات. فياني بتمنى ما حدا يقول ليش ما بتوزان على الناس وهيك لانا حاليا اللي عم يطلبوا مني عم بعطيون اغراض كتير. فياني. طيب عنا هون رونين متغيز قيمة او مئوية نفتح عرض ونشوف عندكن هون اسطوري قيمة او اسطوري مئوية. يا ربي جينا مئوية رون مقاومة. لا جاني رون صحة فائق يا جماعة الخير بشع جدا. اه الصحة ما بتفيدني او هاي الطاقة بالاحرى. جاني رون قوة خاص. لا 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 لا. طبعا هاد القوة الخاص ام رح وزعنا هادل طبعا ما رح يفتحنا. طبعا نفتح للكل بما انه صارت وصارت. ان شاء الله يجيني مقاومة اوية شي رون حظ فائق ما بدنا يا. بدنا رون مقاومة. طبعا هيك يف تخسر يعني الزينة ببلاش. فما استفدنا الشي نحنا بدنا المقاومة. اا اوكي كله صحة صحة ما اعطانا مقاومة ولا الشي والبطيخ اا ما في مقاومة زكاء فاخر حلو. بس انا محب الزكاء لانه زكاء خربان بقلب هي اللعبة. فما اجي او حاس متفوق لحظة 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 لحظة. قيمة لا لا اجاي قيمة ما اجانيش اا البطيخ اوه هذا زكاء فاخر مئوية. والله الزكاء هذا حلو يجي زكاء فاخر مئوية. كمان عندي هذا فائق مئوية الطاقة. اوه اطناقة. شوف الطاقة اتناعش لاربع وعشرين. نايس نايس. طيب شو كمان اجاني مئوية? هاد قيمة اسطوري لا. مئوية اجاني هاد واجاني هاد. رون صح الطاقة ستعش لثمانة وعشرين بالمية. رائع جدا هاد للرماحين. لان الرماحين بيسهلكوا طاقة بشكل فضيح. طيب حاليا راح انهي الحلقة هون يا جماعة الخير. اه متل ما قلت لكم هادا كان كل شي بالنسبة لتغيير خيار الزينة تفكيك الزينة وازالة رون وارفاق رون. بتمنى يا شباب يا جماعة الخير يكون مقطع عجبكم. لانسوا تضعوا لايك لانسوا تشتركوا ازا ما كنتم مشتركين. كان معكم محمود او الساحر مع السلامة.